مرحلة اللي جاية عندنا مباراة يوم الحد اللي جاي مع النادي المصري بالسلوم في كاس مصر دور الـ 32 في المسابقة الجديدة للموسم اللي احنا بنلعبه حاليا هتبقى يوم الحد اللي جاي بعدها بـ 72 ساعة عندنا مباراة مع إستر نيكوانباني هي مباراة معجلة يوم 15 يونيو ويوم 19 ستة مباراة القمة أمام نادي الزمالك يوم 22 ستة عندنا مباراة تانية في الدور العام واستكمال مباراة الدوري ثم يوم 26 مباراة مع بيرامدز في كاس مصر دور الربع النهائي لكاس مصر العام الماضي ومباراة مهمة جدا وحاسمة بالنسبة لمشوار البطولة اللي وصل للمباراة النهائية فريق الزمالك بعد إقصاء فريق أسوان في نصف النهائي من بطولة كاس مصر وبالتالي لما أسرد هذه التواريخ واتكلم عن التواريخ والمباراة القادمة اللي النادي الأهلاء يخد فيها عدد من اللقاءات خلال هذا الشهر ده يندل على شيء بيدل لنحنا عندنا مرحلة صعبة جدا ومرحلة مهمة ومباراة بتحمل ثلاث بطولات دوري عام ومباراة مهمة جدا مع نادي الزمالك عشان فرق النقاط والأهل عنده مباراة مؤجلة فلو فاز بالمباراة المؤجلة هيفرف النقاط مع الزمالك وده شيء مهم جدا قبل ما تستجمل المباراة في الفترة اللي جاية وكمان مهم جدا انك تاخد الصدارة مبكرا سواء في شهر ستة او سبعة عشان لما يتم ارسال اسماء الاندية للاتحاد الافريقي تكون انت في مركز يسمح لك بالمشاركة في دوري ابطال افريقيا ركزوا في التفاصيل المهمة دي وعندنا مباراة كأس مصر موسم جديد ومباراة كأس مصر موسم قديم ومباراة منها مع فريق بيرامدز وهذه المباراة بالتأكيد يعني الناس كلها عارفة بيبقى ليها شعبية وجماهرية ومتابعة كبيرة جدا بالنسبة لجمهور النادي الاهل في الكام سنة اللي فاتوا فالمطلوب في الفترة الحالية في ظل ضغط المباراة دي وفي الظل المنافسة على البطولات دي بعد فقدان لقب دوري ابطال افريقيا الاسبوع الماضي امام الوداد في نهاي دوري ابطال بالاحداث كلها اللي احنا عارفينها محتاجين نركز ونهدى شوية في الفترة اللي جاية عشان يبقى في فرصة انك تقدر تسعد جمهورك في الفترة الجاية والجمهور نفسه يعني يتغادى عن الفترة السابقة يبدأ يركز في الفترة اللي جاية عشان البطولات القادمة لسه الموسم مخلصة ولسه الموسم ما انتهاش فبالتأكيد بتسعد الفوز بيه الكاس والدوري وخاصة بعد الاعلان عن اقامة السوبر موسم 2020-2021 وموسم 2021-2022 في الامارات العربية المتحدة الدولة الشخقة لتصديف السوبر في النسختين الفترة اللي جاية فبالطبع مهم جدا تكون موجود فيه الحدثين في الفترة الجاية في ظل ان كمان كاس السوبر في النظام القديم او النظام الحالي مختلف فيه فكرة المشاركة لو انت بطل الدوري وبطل الكاس فيهم سابقة بتسمح بوصيف الكاس يلعب السوبر وفيهم سابقة تانية بتسمح ان وصيف الدوري هو اللي يلعب السوبر فمهم جدا تركزوا على التفاصيل دي وتركزوا على فكرة المشاركة الافريقية وتفوز بعدد المواجلات عشان المرحلة اللي جاية دي كانت نقطة مهمة جدا والناس تفهم الكمال لبينه السطور محتاجين هدوء الفترة الجاية عشان المرحلة مهمة جدا ومرحلة صعبة والمسلم لم ينتهي بعد